الحمد لله رب العالمين الحمد لله له الملك وله الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير الحمد لله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم وأبارك على سيده وحبيب رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون في الله كما تعلمون وكما تتبعنا جميعا عاشت فرنسا الأسبوع الماضي موجةً من العمليات الإرهابية والإجرامية مست مواطننا برياء وسواء كانت هذه الجرائم من طرف مسلمين أو غير مسلمين فإن موقف الإسلام واحد لا يتغير يقول الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً أيها الإخوة المؤسلمون الله سبحانه وتعالى جعل من قتل نفساً واحدة كأنما قتل الناس جميعاً ومن ساعد على إعطاء الحياة لهذه النفس كأنما أحيا الناس جميعاً أي له أجر من أحيا الناس جميعاً أيها الإخوة المؤمنون إن المسلم ينطلق في تحديد رؤيته لجميع الأحداث وموقفه منها من فهم شامل يعود إلى أصول شرعية ثابتة وليس من رضود أفعال غير موزونة أو من أهواء لا أساس لها لأنه مسؤولٌ عما يقول أمام الله سبحانه وتعالى وعما يفعل وأمام العباد ثانياً أيها الإخوة المؤمنون على المسلم أن يبتعد عن كل قولٍ أو تصرُّفٍ يُنسَبُ بسببه إلى الدين يُنسَبُ بهذا السبب إلى الدين ما ليس من مبادئه فكم من أقوالٍ تُصدرُ من بعض المسلمين ينقُسُها العلم الصحيح وكم من أفعالٍ نفعلُها بعيدةً عن منهج الدين والفقه والعلم السليم تكون حُجَّةً على الإسلام والإسلام منها بريء وقد حضَّر القرآن الكريم من القول على الله بغير علم فقال الله تعالى وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ عَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هذا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ سورة النحن أَذَا حَرَامٌ صلى الله عليه وسلم صورنا الثقاء في من الزرق في النساء كان للمساعدة على تهبارة السخص لدخولة قم يتحمل تبعين قائل REALLY أمير أو من لمجرارة أو حين تخبرها على سيعر الجارة كما فإنك سيجي من ايها العالمين عليك هل فهم لديهم لديهم نعرحة كما فإنك سيجي من الحياة لهم نحن مجال جديد أن دخولهم وفي ذلك، وفي ذلك، كما رأملون تجعلونها، وفي ذلك، وفي ذلك، كما من يتعرقون من دخولهم عن الأرض. أحضر 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 أحضر، يجب أن ترك أكثر من ثم إجابات من أنقذوا التحديم، لاحقاً 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 بذلك لاحقاً في المصنع الرياضة لاحقاً في المنزلة بيطاني لاحقاً يقول لصورة النحل لاحقاً أنه لاحقاً كنفرمون سيُلسى لذلك وإنما كانت لطفره يقول للحقاً ترجمة نانسي قنقر لأن الذين ارتكبوا هذه الجرائم يدَّعون أنهم شُهداء، أنهم يبتغون الشهادة طبعاً جميع مسلمي فرنسا والعالم يُندِّدون ولا يرون أنفسهم لا من قريبٍ ولا من بعيد موافقين على هذه الجرائم وكثيرٌ منهم يتساءلون هل نحن مُلزمون بإعطاء الدليل والدفاع عن الإسلام باعتبار أننا مواطنين فرنسيين ولكن الآن كمسلمين فرنسيين نواجه حملةً من الادِّعاءات الكاذبة عن ديننا من طرف وسائل الإعلام من طرف بعض أشباه المُثقَّفين ومن بعض الأحزاب السياسية الضعيفة التي تريد أن تتقوَّى وتريد أن تصل إلى الحُكم على ظهورنا وعلى ظهور المُسلمين أيها الأخوة المُؤمنون في الله نحن مُلزمون أن نُقَدِّمَ لِلنَّاسِ السورة الحقيقية لديننا لأن الطبيعة كما يقول المثال الطبيعة لا تحبب الفراغ فإلا تملأها أنت بالحقيقة سوف يملأها غيرك بالكذب سوف يكون ومن حتى أحد دينينا بلنا نقاطنا زوجيين نقاطنا زوجيين بلنا نقاطنا هم لأعزقين نحن نقاطنا زوجيين نحن نقاطنا الثقة تعالية انا نقاطنا الثقة امر جدد من الانسيارة من الانسيارة وانهم يعتبرون من المطابع الشيخ في الانسيارة سيزائنا في الوصول المسلمين ومنهم أولاك شباب المسلمين تشترين برعبات المسلمين ويجعل امرأس كيف يجب أن يكون الاجتماعاً من المسلمين كيف يمكن أن نساء المسلمين نحن أن علينا نجد وحالة نحن تساعد في نزلال المساعدة كما أننا كن نكون مددينة مقرراتية أخير جائعة أخير لدينا من رسالة للمسلمين وضعه في ذلك يسأل من الرجال المنزل المحلمين تضعب في سؤال المساعدة 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 للسلاميين وقال إنه يسرعون المساعدة من قبل أن نظل نفس المحيصة السلطائق من أعرف أن نقوم بتنظر من أن أجدامنا بحفوظة الآن نحن نحن نظن لن نفسي هذه المحيصة من نفسي نفسي هذا الذي يحدد نحن مدينة اللذين نحن مدينة هذه الحصة التي قبل أن قبل أن نفسي و الإسلامية التي تجعل ندرس بجانب كل مقابلين و المنزول سنة لا يجب أن نسرت بكثور و التقريب جدا ، يجب أن نظر بكثور الاسلام إلى المنزول أن الواحدة للمشاهدة من المعنى اسم المهم ، والمسلمات أخذنا حقا على مقاطعة من المعنية ورغب 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 وبرغ ورغب 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 يجب أن نتعرف أبوه يا أخوة المؤمنين في الله الكثير من الناس خصوصا من غير الفرنسيين يطلبون من المسلمين في هذه البيلات أن يُعلنوا نزع تضامنهم مع هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم ونحن نقول لهم متفقين ولكن لا نقول نزع التضامن لأننا لم نكن متضامنين في أي يومٍ من الأيام مع هذه الجرائم البشعة إنما نحن المسلمين مُلزمون أيها الإخوة المؤمنون أن نُعطِيَ وأن نُصدِّرَ بين قوسين الصورة الحقيقية للإسلام للإسلام الذي تعلمناه للإسلام الذي تعنَّمناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله للإسلام الذي تعلمناه من أخلاق صحابة رسول الله وليس من تصرُّفات هؤلاء الجهلة الذين ليس لهم علم ولا يعلمون لا تفسير ولا حديث ويتصرُّفون من تلقاء أهوائهم يُريدون أن يكسبون من خلال ذلك أموالًا ويتلاعبون بهذه البولدان التي أخذوها ظلمًا وعودوانًا ويتاجرون في أعراض الناس ويتاجرون بديننا أيها الإخوة المؤمنون في الله سيارة دائماً بحثتهم انداء اليسرين بحثتهم انداء اليسرين لا تنسوا لذلك أن الأسرحان جداً جداً من الأسرحان جداً يساعد ذلك أنه يساعد لدينا صحيح سأكتبون بعض المسابقات يقوله نعم أجل من الإسلامي نعم أجل من الإسلامي إنه يقول أخبرت الأمين، أنظم المسلمين، أنطلت الآخرين، أنظمة أيضاً بكن أيضاً على مستقرات المسوسلين؛ أنا أستخدم الإسلام، وأنني أعطب على رحوة المنسجين و الأنسجارة لكنني لبعض خطيص نحيدون وافكرونًا، وقفتدون، وقفتم بالناس دوسراً، وقفتم يبعvere في النزور منشقت melhoreserne فقط لكنها تقليلين الاجتماعي SOحيح المسلمين أنه تقليلين ويجسدي من المجنون بحاولات يمكننا المدكة أن الله يوم ، أن الله يكون ممنين أن الله يكون خالد الله أكبر سعيد الجميع بالفعل ايدهايه الأخوة والمؤمنون والأخوات هذه الإسرائه أози لفعل لها من يقول لنا كفانا أن يتعلم الفرنسيون الإسلام من أفواه الذين يبغضون ويكرهون الإسلام الذين صخرت لهم وسائل الإعلام هذه الأبواق يتكلمون عن الإسلام كيف يشاءون يعبِّرون عن كراهيتهم لديننا يقولوا نريد أن نسمع الإسلام من فأفواهكم تكلموا لنا عن الإسلام حدِّتونا عن حب الناس للبشر حدِّتونا عن حب الله للبشر حدِّتونا عن عدل الله تبارك وتعالى حدِّتونا بالعلم فالعلم يُبعيدو الخطيئة العلم يُبعيدو هذه المصائب العلم يُبعيدو هذه الجرائم أيها الإخوة المؤمنون حيث بقية وعلى المساعدة في الناس في المدينة وعلى المساعدة كما أن تكون في المدينة تقبل الأمام وفرق المساعدة صلى الله عليه وسلم يسألون المساعدة الذين يتعلمون في الهاتف الإسلامي يتعلمون أن التعليق في حكم المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أدت إلى خروج وظهور مجموعة من الفرق لا نتكلم عنها جميعا من هذه المجموعات هناك مجموعة تسمى الخوارج لخوارج كانت تكفر المسلمين فكفرت أمير المؤمنين علي وأصحابه وكفرت أصحاب رسول الله الذين لم يتبعوهم وقتلت المسلمين وقتلت كل من لا يؤمن بأفكارهم أيها الإخوة المؤمنون هؤلاء الذين نراهم اليوم هم الخوارج الجدد الخوارج الجدد الخوارج الجدد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يَمْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرَقُوا السَّحْفُ يَمْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ 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 لكي ترغبات مجردهم في سنحاولة الفترانية ويسرين تعملون تلك المنزل تجارة الناسية بينهم في مجرد العالمين يسرعون مجرد الجزء أيها الإخوات المؤمنون هذه المسلمين يستغلون دعوفا المسلمين يستغلون جهلا كثير من المسلمين ليحاولوا تمرير أفكارهم الخبيثة أيها الإخوة المؤمنون يجب أن نربي أبناءنا على كتاب الله وسنة رسول الله يجب أن نعلم أبناءنا أخلاق رسول الله فأخلاق رسول الله هي أيها الإخوة المؤمنون هي الحصن الحصن الحصين ضد هذه الأفكار الهدامة العلم للصفر العلم هو الحصن الحصين ضد هذه الأفكار أيها الإخوة المؤمنون لقد تحدثنا في خطبة ماضية عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وعمر الملائكة أن تسجد له فسجدوا إلا إبليس عدو الله الشيطان لم يسجد فقال الله سبحانه وتعالى لما لم تسجد؟ وقد أمرتك كما جاء في الحديث المعنى في الآية عفواً المعنى تكبر إبليس تكبر وقال أنا خير منه خلقتني من طين وخلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه تكبر إبليس عدو الله ولكن الله سبحانه وتعالى لماذا جعل الأحسن والأفضل؟ بالعلم فقال عندما سألت الملائكة الله سبحانه وتعالى كيف تخلق آدم؟ ونحن نسبح لك ونحن نسجد لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلّم آدم الأسماء كلها العلم طيب هنا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم أن تسجد لآدم لأن الله سبحانه وتعالى علّم آدم العلوم وأمر الملائكة أن تسجد له لأن آدم علم أسماء الأشياء آدم له قابلية أن يتعلم ولكن الملائكة معمورة تعبد الله ما عمرها لا تعصي الله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان لها قابلية للجهل ولها قابلية للعلم والله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم لأن آدم أعلم تعالما الأسماء كلها والملايكة لم تتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى nous a ordonné أيها الإخوة المؤمنون هذا العلم هو الذي يعلمنا الأخلاق يقول رسول الله جاء سأل صحابة الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله بصيغة التفضيل بصيغة التفضيل من أفضل خلق الله إلى الله من أحب الناس إلى الله ماذا قال لهم الرسول عليه السلام ماذا قال لهم ما هو هو المحبوب وعلى قصيدة ما هو هو الإنسان المؤمن الأول نميره أم التي يفرح الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنتهم خلق أحسنتهم خلق سأل صحابة سأل صحابة کہ اذا كنت أنه حسن بخرف مع نعمة الذي يستطيع الى التالي ويستطيع الى الكمورة مع نفسية عن النقر أنك تنقذش ولكنك تنقذش من الله سبحانه وتعالى أيها المرحب المؤمنون أيها المرحب 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 قال الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من أخلاقي رسول الله و أقولوا قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير أيها الإخوة المؤمنون في الله هؤلاء القوم باندسبة لنا أيها الإخوة المؤمنون لا جين لهم ولا ملة ولا علم لهم ولا فقه بعيدون عن كل ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا أريد أن أذكر لكم مقتطف بسيط من تقرير لهيئة لمركز فرنسي للوقاية من الوقاية بين التطرف يسمونه عند هؤلاء الملل يقول هذا التقرير عكس ما يعتقد الناس جميعاً أن تمانين في المئة تمانين في المئة من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى العراق والذين يذهبون إلى سوريا بالدعاء أنهم يجاهدون في سبيل الله تمانين في المئة منهم لم يكبروا في عائلات متدينة لم يكبروا كل عائلاتهم كانت لا تؤمنوا بالله ولا تعرفوا الإسلام ولا تعرفوا تربية الإسلامية في بيوتهم تمانين في المئة أيضاً يقول في سيارة في أحداث المصدر على السيدات في المنطقة في المنطقة في السيارة ويقالتهم في سيارة وحيسا. يقولون يقولون ضد أموردنا. هذه الغدية الحدداء وستتقوى أنت تعلق نحن الأمور لذلك نجمع لأموردنا لدينا نهائل من نأخل ونحن الأمور ايضاً دائماً إنتقال مرتبخ بطاعت نجمع لدينا نهائل لدينا نهائل بسيطة من نحن التحرير من أي شخص لبقاء الأمور كل هذه متمكنة المصدرات المهمة في البدء من الوحيدات الدهجية لكذا يمكنك فرصة جيدة مع المواد الكثير من البرقامة على المصدرات المتحدة نحن لا يمكنك ادخل من مقرد بشكل همي جدد وغير أنه في صفحة تتخلص قليلاً في مصدراتية الأمور يعني روياً علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا رأيتم الرايات السودة فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجو لكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماؤهم الكنا يعني أبو كذاو أبو كذاو أبو بكر البغدادي وليسوا ونسبتهم القرى وشعورهم مرخات كشعور النساء لهم شعور طويلة كشعور النساء حتى يختلف فيهم بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء وشعورهم أبو كذاو أبو كذاو أبو كذلك وشعورهم أبو كذاو أبو كذاو أبو كذاو أبو كذلك أبو كذاو أبو كذاو أبو كذاو أبو كذلك أبو كذاو أبو كذاو أبو كذاو أبو كذلك أبو كذلك ومسلمين يجب أن يدعوه في هذه الأرض ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا